أسفرت قرعة دور الستة عشر لبطولة كاسم حمد السادس للأندية الأبطال عن مواجهة قوية حيث يلعب الشباب السعودي ضد شباب الأردن والاتحاد السعودي مع الوصل الإماراتي فيما أوقعت القرعة التي سحبت اليوم السبت في العاصمة الرياض نادي القوة الجوية ضد مولودية الجزائر والاتحاد السيكندري مع المحرق البحريني فيما يلعب الرجاء المغربي ضد مواطنه الوداد وسيكون الإسماعيلي المصري على موعد مع الجزيرة الإماراتي ونواذيب المارتاني ضد الشرطة العراقي فيما يواجه سعف المغربي نظيره الترجي التونسي